السلام عليكم مرحبا بكم في قناة عالم هيبو إذا أول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها اليوم أحضرت لكم ثلث وصافات حسب لون الشعر للتخلص من الشيب الشعر الأبيض عند الرجال والشباب والعجائز والشيوخ والنساء والبنات أي شخص عنده شعر أبيض هذه الوصفات تخلصكم منه سواء صاحبة الشعر الأسود عندها الشيب أو صاحبة شعر البني أو صاحبة شعر الأصفر المسبوع بالبلاتين الأصفر الأشقر الأصفر كذلك لها نصيبها في هذا الفيديو بوصفة تخلصها من الشيب وتحتفظ باللون الأصفر نتبعوني أخواتي مع الوصفة الأولى الوصفة الأولى أخواتي لصاحبة الشعر البني وفيه الشيب أو الشعر الأسود وفيه الشيب مكونها ترمونها في سلة المهملات يعني في لب وبال يعني في يروح في الزبالة لا ترمو قشور البطاطس بعد اليوم البطاطا في الجزائر نناديها البطاطا في المغرب ينادونها البطاطا في الدول العربية وباللغة العربية الفصحى البطاطس قشور البطاطس ممتازة وغنية بالمكونات التي تخفي الشيب وتعالج الشيب خذوا مثلا كيلوغرام او رطل مثلا حبات من البطاطس قشروها هكذا يعني نحتاج الى قشورها فقط هكذا هكذا ثم نضيف لها مقدار كوبين كبيرين من الماء واذا كانت الكمية اكبر ضيفوا اربع اكواب ونضيف لها ملعقتين من زيت الحب السوداء للبطاطس انا وضعت لكم كمية صغيرة كعينة وانتو نضع افن الكمية ثم نضعها على النار تغلي على نار قليلة لمدة ربع ساعة حتى تطبخ تماما وتتقلص كمية الماء بعد ان مرت ربع ساعة على الغليان يعني بعد ان تبرد تماما قوموا بتصفيتها وضعوها في كوب مغلق يعني كوب طريقة استعمالها بعد خصل الشعر بالشامبو في الشطفة الاخيرة قوموا باصب الكأس من هذا المنقوع في الشعر تماما كله وتركوه يجف يعني الشطفة الاخيرة لغسل الشعر تكرر العملية مرتين في الاسبوع تعطيكم نتيجة ممتازة ان شاء الله ننتقل الان الى صاحبة الشعر الاسود كذلك التي تعاني من الشيب للرجال والنساء الوصفة الثانية عندنا المريمية السلمية هذه لصاحبة الشعر الاسود لعندها الشيب يعني الاشخاص لانتهم شيبوا شعرهم اسود نضيف ملعقة كبيرة من المريمية نضيف كذلك ملعقة كبيرة من الاكليل الجبل الانزير بغمغة روز ميري نفس المقدار ونضيف كذلك ملعقتين من الشاي الاسود الشاي الاسود يعني تكون الكمية مضاعفة مثلا اذا وضعتم ملعقة من المريمية ومن اكليل الجبل ضعوا ملعقتين من الشاي الاسود قمية الشاي الاسود تكون ضعفة الكميات الثانية لانه رائع وممتاز يعطي الشعر لمعة وحيوية ونظارة وكذلك يقضي نهائيا على الشعر الابيض يحالج الشعر التالف ويعطيه بريق رائع كذلك غني بالفيتامين سي وها يعني ودي ودي ونضيف رأس ملعقة صغير كذا هكذا من الملح نحرك المقونات جيدا ونضعه يغلي على نار هادئة جدا لمدة 14 دقيقة او 15 دقيقة ثم نتركه يبرد انا اسرع لكي لا يكون المقطع طويل ملاحظة مثلا اذا وضعتم كوبين لا يجب ان يبقى كوب واحد اضعوا اربع اكواب ليغلي يعني المغلة يتبخر كوبين ويبقى كوبين نقوم بتصفيته مثلا في بخخ هكذا يصبح هكذا اخواتي كل يوم مرتين في اليوم مرة في اليوم بخوا الشعر كامل به وتركوه يجف كرروا العملية يوميا رح يقضي لكم على الشيب ويعطي لكم لمعة وعلاج للشعر لفروة الرأس ولي يعني خافت من الملح بإمكانها ترطيب الشعر بزيت جوز الهند او زيت الجليسرين الخاصة بالشعر او زيت الججوبة ننتقل الان الى الوصفة لصاحبة الشعر الاصفر الذي فيه الشيب عندنا مثلا انتي اخذي ثلث حفنات كبيرة انا نعطيكم العينة وانتم اعتبروا الملعقة هي حفنة نأخذ ثلث حفنات من البابونج هكذا هكذا ونضيف لها الماء المغلى هكذا بهذه الطريقة ضعيها على نار قليلة لمدة دقيقتين او ثلاثة لتقوم بالغليان قليلا ثم اطفئ النار وغطيها وتركها الساعة او ساعتين ستتخمر جيدا وبعد ان تتخمر قوم بتصفيتها واعصري عليها حبة او حبتين من الليمون القارس الحامض هذا خليتيها جيدا انا قد عملت الوصفة في قناتي من حوالي ست سبعة اشهر تقريبا هي في قناتي اليوم حبيت ان نفيدكم بها لان بعض الاخوات لم يشاهدنا الفيديو هذاك اعصري عليها حبة الليمون او الحبتين ثم اضعيها كذلك في بخاخ ورشي شعركي يوميا مثلا يوميا او مرة مرة في اليومين وطريقة تجفيفها ضروري ان تكون تحت اشعة الشمس لما تتخمر يعني البابون جمع الليمون وينشف على على اشعة الشمس تحت اشعة الشمس يعطيك لون ذهبي اصفر لون اصفر اشقر ممتاز ويخفي لك الشيب كذلك تتنشف تحت اشعة الشمس هذه الوصفات الثلاث اخواتي نتمنى تجربوها نتمنى يعني تشوفوا الفيديو من الاول الى الاخير لكي تنجح معكم الوصف اذا اول مرة تزوروا القناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها نشكركم حبيبتي على الدعم نشكركم على الثقة نشكركم على الانضمام الى قناتي ان شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم شكرا بزيف بزيف و الى اللقاء سلام